الجانب الثاني وهو متعلق بأخبار كتيرة جدا محمد الشناوة هيجدد أكرم توفيق عقد جلسة مع الكابتن محمد رمضان حمزة علاء هيجدد بس هيطلع أعارة أقول لكم الملخص عشان تعرفوا بس المشهد ده هيتناشي ازاي كل عقود التجديد والتمديد اللي هتحصل مع لعب النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية هتسير وفق آلية معينة سيتم الإعلان عنها تباعا وفقا لرؤية وقرار إدارة النادي الأهلي من خلال المدير الرياضي الكابتن محمد رمضان الناس بتقعد بس تتكلم في تفاصيل وش النووي قعد وعرض كذا والنادي طلب كذا وهي سنة لا سنتين لا تلاتة أكرم كان ماضي بكذا فعايز يزود كذا يا جماعة إطار ملف التجديد والتعاقدات في الفترة اللي جاية هيصير لوفق الرؤية معينة استراتيجية بيقدمها الكابتن محمد رمضاني المدير الرياضي للكابتن محمود الخطيب ويتم اتخاذ فيها قرارات مهمة جدا في الفترة اللي جاية مع الوضع في الاعتبار أن أجندة المنتخب مع المباريات الرسمية للأهلي مع توالي اللقاءات أكيد مليون في المية مش هيبقى فيه تجديد دلوقتي ملفات هتيجي تواليا الفترة اللي جاية وحتى مبارحه بالأمس لكي نديل قطات من تدريب النادي الأهلي للكابتن محمود الخطيب مع الكابتن محمد رمضان واجتماعات متوصلة ومتتالية الناس من سيب أي هفوة ممكن تعدي على قطاع الكورة في الظل أنك مقبل على منديال الأندية في أمريكا هتجدب للعيبة هتعمل تعاقدات في يناير عشان تسجل القائمة المبدئية 31 مارس ودي القائمة اللي هتشارك في كاس العالم فلما نتكلم في أي موضوع لازم نشرحه ولازم نتكلم في تفاصيله وفقا للمعلومات المؤكدة من مصدرها دعوة